اهلا بكم الى نشرة اخبارية جديدة عبر منصات السودانية 24 قالت مصادر دبلوماسية ان الامم المتحدة قدمت دعوة رسمية للحكومة السودانية ممثلة في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع الى عقد مفاوضات بشأن الاوضاع الانسانية بجنيف العاشر من يوليو واعلنت مفاوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ان النزاع في السودان اجبر اكثر من 600 الف لاجئ سوداني و180 الف لاجئ شادي على النزوح من السودان الى شاد واشرت في بيان الى ان الازمة الانسانية في شرق شاد وصلت الى مرحلة حرجة دعية الى تقديم دعم دولي فوري للاجئين السودانيين على الحدود وقالت ان تدفق اللاجئين لا يبدو انه يتراجع حيث عبر حوالى 630 شخص يوميا خلال شهر مايو المنصر من معبر ادري الحدودي بين شاد والسودان قال وزير الخارجية السوداني السابق السفير علي الصادق ان موضوع تقنين اوضاع سودانيين في مصر تم تناوله مع المصريين على مستويات عديدة بما في ذلك المستوى الرئاسي وقال في تصريحات ان رد المصريين دائما كان ايجابيا ومتحمسا للوقوف مع السودانيين في هذه المحنة لكن التلكؤة كان على مستوى التطبيق والحال كذلك واشار الى ان الحل يحتاج الى امرين الاول المتابع اللصيق على كل المستويات بما في ذلك السفارة بالقاهرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاءات الرسمية والثاني اجراء مراجعة شاملة وعاجلة يشارك فيها الجميع كبارا وصغارا رجالا ونساء لسلوك المواطنين السودانيين في مصر بحيث لا تترك ثغرة تدفع الرأي العام المصري لرفع اي شكوى الى مجلس الشعب اصدرت سفارة السودان بالقاهرة بيانا اوضحت فيه التطورات الاخيرة الخاصة باغلاق بعض المدارس السودانية بمحافظة الجيزة بما فيها مدرسة الصداقة التابعة للسفارة علما بانها المدرسة الوحيدة التي لديها ترخيص للعمل وكالت المستشارية الثقافية انها في تواصل دائم مع السلطات المصرية لاجاد حلول لازمة اغلاق المدارس وتقنين اوضاعها وفقا لشروط ممارسة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة الاجنبية بجمهورية مصر ودعت الى ضرورة الالتزام بالشروط والموافقات التي اعلنتها السلطات المصرية المختصة للحصول على التصديق اللازم لتقديم الخدمة التعليمية للمدارس السودانية بمصر واكدت ان الشروط تتمثل في الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية الحصول على موافقة وزارة الخارجية السودانية الحصول ايضا على موافقة وزارة الخارجية المصرية وتوفير مقر للمدرسة يفي بجميع الجوانب التعليمية والعلمية والتربوية وكالت ان الشروط تتطلب ايضا ارفاق البيانات الخاصة والسيرة الذاتية لمالك المدرسة ومدير المدرسة صورة من طلب مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بسفارة السودان ملف كامل للمدرسة يشمل المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالصفوف والمراحل التعليمية بالمدرسة وإرفاق رسم تخطيطي لهيكل المدرسة نجى المدير العام لشركة زادن العالمية طه حسين وأحد عشر آخرون من كارثة محققة عقب حديثة هبوط اضطراري لطائرة مروحية تتبع للجيش كانت تقلهم إلى مدينة مروي بالولاية الشمالية وبحسب معلومات أن الوفد كان عائدا إلى مروي من زيارة شملت بعض مشاريع الشركة وقد فقد أثر الطائرة منذ ثانية ظهر أمس وتم الوصول إليهم وإنقاذهم قبل ما غيبضوا الشمس بينما لم يصب أي منهم بأذى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تضمن التجميد أصول عدد من الشركات وحظر تأشيرات على متهمين بالمساعدة في تمويل حماس من بينهم رجل الأعمال السوداني عبد الباصط حمزة وقال في بيان إن العقوبات استهدفت ثلاث وجهات يستخدمها عبد الباصط حمزة لتحويل الأموال إلى حماس بما في ذلك شركة العقارات الإسبانية المعروفة باسم مجموعة الزوايا وشركتين أخرين مقرهما في السودان وشملت الكائمة ست أفراد من بينهم مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني بل صرافة تحويل أموال وشركات مقرها إسبانيا والسودان أكد مساعد المدير العام لقوات الشرطة اللواء سامي حامد حريز أن الدول المشاركة في إشعال الحرب بالسودان استخدمت الحرب الباردة قبل البندقية وذلك عبر إدخال المخدرات للبلاد التي كان الهدف منها انهيار القوة الشبابية الفاعلة لكي لا يستطيع مكاومة العدو ولكي يسهل الانقضاض وتدمير السودان وكشف خلال منبر ببور سودان أن ولاية البحر الأحمر تضم 43 جزيرة يستغلها تجار المخدرات وكبار المهربين كمخازن ويتم نقلها عبر السواحل لداخل السودان وكال إن الفترة الماضية قبل الحرب تم إدخال مخدرات عبر الحدود الغربية للبلاد وكانت قادمة من أمريكا الجنوبية وأكرى بصعوبة مراكبة تلك الجزر قال الشبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريعي المتمردة قامت بتصفية مدير مستشفى الحصحيصة الطيب فاروق يحيى أمام زوجته وأطفاله وكالت إن الحادثة الشنيعة تعتبر جزءا من الاغتيالات الممنهجة التي تمارسها قوات الدعم السريع على الكوادر الطبية والمواطنين الأبرياء في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ومواصلة لسجلها في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين العزل إلى ذلك اشتاحت الماليشيا قرى غرب المناقل وقتلت ست مواطنين في قرى والدلجترى والعشرى المجاورة لها وقرية العمارة بحسب لجان المكاومة شب حريق ضخم يوم الجمعة في آبار موغا النفطية التابعة لحقل بليلة للبترول جنوب غرب مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان بسبب صاعقة رعدية وقال الشاهد عيام بل حسن بحسب دارفور 24 إنه عند حوالي الساعة الخامسة صباحا ضربت صاعقة رعدية آبار موغا التي تتبع لحقل بليلة بولاية غرب كردفان وأكد أن الحريق تسبب في إطلاف جزئي للآبار قبل أن يقوم المهندسون بقفل صمامات الآبار فقط لأنه لا توجد وسائل لإطفاء الحريق مما ساعد في تقليص وقوع خسائر كبيرة في الحقل نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصاتي السودانية 24 تحياتي وفريق العمل إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر